خلال الأيام الماضية ومنذ السابع من أكتوبر لجأت إسرائيل إلى استخدام سياسة الأرض المحروقة في حربها على قطاع غزة فماذا تعني هذه السياسة؟ سياسة الأرض المحروقة هي استراتيجية عسكرية تعني إحراق وتدمير أي شيء تقريبا باستخدام جميع أنواع الأسلحة التدميرية المتاحة بهدف إضعاف قدرة الخصم على المقاومة لكن كيف تمارس إسرائيل هذه السياسة في غزة؟ بلا هوادة تقصف إسرائيل القطاع بعشرات الأطنان من المتفجرات التي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات وفق المكتب الإعلامي الحكومي لغزة تسبب القصف بدمار كل شيء تقريبا ممتلكات المواطنين والمباني السكنية التي باتت غير صالحة للسكن المرافق والمنشآت العامة والخدمية بما يشمل المستشفيات والمصارف وأيضا البنية التحتية وحتى شبكات المياه والكهرباء والاتصالات في قطاع غزة هذا القصف العنيف والمستمر على قطاع غزة أدى إلى ما بته يوصف بالإبادة الجماعية فقد تجاوز عدد ضحايا أكثر من خمسة آلاف شخص والمصابين إلى أكثر من 16 ألفا حتى اللحظة وفقا ليومن رايتس ووتش استخدمت إسرائيل الفصفور الأبيض المحرم دوليا في عملياتها العسكرية في قطاع غزة تلك القنابل الحرارية المدمرة تحدث خسائر بشرية كبيرة وفضلا عن آثارها المباشرة من تدمير وقتل وحروق قد لا يكون لها علاج فإنها تسبب على المدى الطويل زيادة في نسبة الإصابة بأمراض سرطان إذ إن المواد الموجودة في القنبلة تلوث التربة والمياه والهواء السلطات الإسرائيلية قررت أيضا وضع قطاع غزة تحت حصار كامل وأمرت بعدم السماح بدخول الوقود أو الطعام أو المياه إلا من بعض الشاحنات القليلة وذهبت أبعد من ذلك بقصفها المتكرر لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني لإعاقة دخول المساعدات الإغاثية للقطاع وفق كثير من المراقبين فعلت إسرائيل أيضا بروتوكول هانيبال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع وقوع جنوده في الأسر فتصر إسرائيل على تكثيف ضربات الجوية على القطاع بغض النظر عن مصير الأسر الموجودين لدى حماس ما يتسبب في قتل بعضهم نتيجة الضربات وبهذا تسعى إسرائيل إلى إحاق قضية الأسر كورقة ضغط في يد كتائب القسام في المعركة اشتركوا في القناة